طيب الاهلي النهاردة على طول استقنف التدريبات استعداداً لمباراة يوم 15 ديسمبر اياً كان من الطرف التاني سواء اتحاد جده او اوكلان سيتي النهاردة الاهلي بيبدأ الاستعدادات بكرة غالباً هيبقى راحة يوم الاتنين تدريب صباحي والسفر الى المملكة العربية الصوتي لذلك بينضم لي في هذه اللحظات الزميل محمد توفيق موفد قناة الاهلي من ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان نطمئن من خلاله على اخر الترتيبات اخر الاستعدادات اجواء الفريق الجهاز الفن اتكلم في ايه في ظل الانبارح توفيق كمان كولر رجع من برج العرب على ملعب التتش وتكلم مع اللعيبة واكتمع باللعيبة كما هي العادة لو فيه نتائج سلبية في الفترة الاخيرة مساء الفولية توفيق ومعاك بقى لو فيه اي جديد تفضل احنا معاك مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد تحياتي لكم لكل مشاهد القناة الاهلي في كل مكان في البداية ببارك لكم وببارك لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان والفوز بالسوبر للمصر للكورة اليد يمكن فريق اليد نتاج ولا اروع في الفترة الاخيرة وان شاء الله يفضل مكمل كده على طول وبإذن الله يستعيد دايما صدرات القرى المصرية في كورة اليد والافريقية كمان كنا محمد عطول زي ما ذكرت مستر مرس الكولر عطول بدون راحة يعني الاستعداد ليه كأس العالم عنده خلاص تم اغلاق كل الصفحات سواء صفحة البطولة المحلية او كمان البطولة الافريقية على طول دلوقتي وانا حلم معاك على الهوى محاضرة فنية المستر مرس الكولر يعني تقريبا منذ الخامسة مساء واللاعبين كلهم في محاضرة داخل المدرجات مختار تيتشو هنا بالجزيرة بيتكلم فقط طبعا عن خلاص بقى اغلاقنا زي ما قلنا الفترة يفات كلها وبنبدأ بقى صفحة من جيدة محمد وكأس العامل اندية والتركيز فقط في هذه البطولة في هذه الوقت الاوقات المهمة يعني يمكن الحمد لله عزي طمينك في البداية عن كل اللاعبين الحمد لله ربنا يديمها هنا نعم الحمد لله رب العالمين كل اللاعبين في قائمة النادي الاهلي الحمد لله من ناحية الطبية لقاقين تماما باستثناء طبعا محمود متولي اللي اتكلمت مع دكتور رحمة جبالة منذ لحظات قليلة طمين عليه وقال ان خلاص محمود متولي في اخر مراحل التأهيل وان شاء الله يعني على نهاية الاسبوع هيكون موجود عادي بتمرن بشكل طبيعي جدا ردة سليم كمان يمكن محمد على طول هزر معك في لقطات من خلفنا مباشرة بيواصل برنامجه التأهيل والعلاجي وان شاء الله يكون موجود طبقا للبرنامج الموضوع ليه بإذن الله رب العالمين منتصب شهر فبراير القادم ان شاء الله رب العالمين باستثناء كده محمد الحمد لله القائمة الحمد لله خلية من قائمة إصابات وان شاء الله إلى نهاية البطولة وإلى نهاية الموسم يعني تفضل بإذن الله خلية من الإصابات يمكن على طول الفريع محمد النهاردة هيكون التدريب على طول فور انتهاء المحاضرة يعني في أي وقت منتظرين نزل اللعبين لأرض التدريب بكرة زي ما ذكرت في الغالب هيكون أجازة زي ما مستر المرسل كولر على طول عودنا ان تاني يوم الماتش بقى فيه تدريب وبعدين يوم أجازة وبعد كده بيواصل تدريباته وان شاء الله من المنتظر يوم الاتنين يكون فيه تدريب صباحا ومن بعده والسفر ان شاء الله إلى المملكة العربية السعودية وبإذن الله معهم كل دعوات جمهوري النادي الأعلي بالتوفيق إن شاء الله وأداء بطولة كبيرة وإن شاء الله نكون فيه مديليا وإن شاء الله كمان تكون يا رب حاجة أكتر من البرونزية وإن شاء الله تكون فضية أو ذهبية في هذه المرة بكرة عطولها محمد التدريب هيبتد النهاردة إن شاء الله هكون تدريب استشفاء للمجموعة اللي شاركت فيه مباراة الأمس بشكل كامل بقى اللاعبين هيخدوا تابرين كامل عادي فيه أرضية ملعب مختارة تنشبين جزيلة زي ما قلتلك دلوقتي المحاضرة الفنية ومن بعدها التدريب يمكن التدريب على طول كالمعتاد هيبقى تدريبات بدنية في البداية ومن بعدها عطول تدريبات الكرة ومن بعدها عطول زي مستر كولر معودنا بيبقى الختام به تأسيمة ما بين اللاعبين عشان يقدر يشوف كل اللاعبين اللي ما شاركوش فيه مباراة الأمس ياخدوا نفس القدر من الجرعة البدنية والجرعة الفنية كمان باستثناء كده اللاعبين اللي زي ما قلتلك شاركوش بنسبة 100% من المدورات الأمس هيكون فيه تدريب استشفائي وإن شاء الله زي ما قلنا بكرة هيكون أجازة ومن يوم الكنين بقى يبقى التدريب الأخير ومن بعده إن شاء الله الصفر للمملكة العباس سعودية وبالتحديد الجدة وبإذن الله كل التوفيق مع النادي الأهلي وبإذن الله أداء بطولة كبيرة وإسعاد كل جميع النادي الأهلي إن شاء الله رب العالمين زي مننا محمد دا توفيق موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات بالتأكيد في انتظار التدريب وإن شاء الله الأهلي يكون موفق في الأيام القادمة كلها رعا عنده شغل كتير واللعيب عندها تحديات مهمة لازم الناس تبدأ تركز أكتر في المرحلة الجاية لإن خلاص انت داخل في معمعة البطولات أي نقط أو أي خسارة أعتقد الجمهور مش هيستحمل أكتر من كده لأن الأهلي دائماً بتعود على المكسب وعلى الفرحة والانتصار ولازم اللعبة والجهاز الفني يبقى عارف أنه بيلعب في الأهلي دائماً وأبداً لازم بيلعب على المكسب حتى لو خسرت أو فقط نقاط اللازم تثبت للجمهور اللي أنت بتلعب على روح الفانيلا لغاية اللحظة الأخيرة والثانية